استقبل محافظة الإسكندرية محمد الشريف قوافل وصل الخير ضمن حملة المليون كرتونة والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بمختلف محافظات الجمهورية ويأتي ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كهل المواطنين الأكثر احتياجا وقال محافظة الإسكندرية أن المستهدف توزيع عدد أربعة ألاف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية على مناطق المحافظة وذلك من ضمن مائة ألف كرتونة للمحافظة سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم وديفا أن الكرتونة تشمل جميع الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية